موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات الطالبات أبناء الطلبة أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات دروس مادة الأحياء للصف الثاني عشر في حلقة اليوم سوف نقوم بعمل مراجعة لما تم دراسته بالفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا موسيقى أهلا بكم من جديد ذكرت لكم قبل الفاصل أننا سوف نقوم بعمل مراجعة لما تم دراسته بالفترة الدراسية الأولى لمادة الأحياء للصف الثاني عشر فلنبدأ بالأسئلة ما المقصود به الأم العنكبوتية؟ ممتاز غشاء ليفي رفيع لكنه قوي يضم شبكة من الشعيرات الدموية التي تلتصق بالدماغ وتتبع انحناءاته ويعد بذلك غشاء مغذيا للمراكز السؤال التالي ما المقصود بالمادة البيضاء؟ ممتاز منطقة محيطية بيضاء اللون يخترقها شق خلفي عميق وضيق وشق أمامي أكثر اتساعا وأقل عمقا السؤال التالي ما المقصود بالمشتبكات الكيميائية؟ ممتاز هي التي تنقل السيال العصبي خلالها على شكل مواد كيميائية السؤال الذي يليه ما هي التراكيب التي تكون الجهاز العصبي المركزي؟ ممتاز الدماغ والحبل الشوكي ما هي التراكيب التي تكون الجهاز العصبي الطرفي؟ أحسنتم شبكات الأعصاب التي تمتد إلى جميع أرجاء الجسم والآن سوف نتناول نوعا جديدا من الأسئلة وهو سؤال المقارنة قارن بين المهاد وتحت المهاد المهاد يوجه الرسائل القادمة من الحبل الشوكي إلى الأجزاء المناسبة في المخ أما تحت المهاد فوظيفته الحفاظ على اتزان الجسم الداخلي مثل المحتوى المائي ودرجة حرارة الجسم ويعد مركز التحكم بإدراك الجوع والعطش والعاطفة بالإضافة إلى كونه حلقة الوصل بين جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي ما هي وظائف المناطق المختلفة للقشرة المخية؟ ممتاز المناطق الحسية تؤدي دورا في الحس الشعوري والإدراك أما المناطق الحركية فتؤدي دورا في ضبط الحركة الإرادية وهناك مناطق أخرى وهي مناطق الذاكرة والانفعال والكلام ما هي الأجزاء التي يتركب منها الدماغ؟ ممتاز جذع أو ساق الدماغ المخ والمخيخ ما الفرق بين المادة البيضاء والمادة الرمادية من حيث التركيب؟ أحسنتم المادة البيضاء مكونة من زوائد شجرية ومحاور خلايا عصبية مغلفة بالمايلين أما المادة الرمادية فتحوي أجسام خلايا عصبية وخلايا دبقية ومحاور غير مغلفة بالمايلين ما هي وظائف الحبل الشوكي؟ الوظيفة الأولى نقل السيالات العصبية من الدماغ وإليه أما الوظيفة الثانية فهي الأفعال الانعكاسية الشوكية تعرفنا على الخلايا العصبية فما هي السمات المشتركة بين الخلايا العصبية يا عزائي؟ لننظر ممتاز يشكل جسم الخلية القسم الأكبر من الخلية العصبية وأيضا يحتوي على نواة كبيرة ومعظم السيتوبلازم يتوزع فيه عدد من عضيات الخلية كالميتوكندريا وجهات جولجي بالإضافة إلى جسيمات نيسل ما المقصود بالليف العصبي؟ أحسنتم هو الاستطالة الطويلة للخلية العصبية وما يحيط بها من أغلفة ما أنواع الألياف العصبية؟ 1- ألياف عصبية عديمة المايلين وهي لا يحيط بها طبقة المايلين وتتواجد في المادة الرمادية وفي الأعصاب الطرفية 2- ألياف عصبية مايلينية وهي استطالات طويلة مفردة محاطة بالمايلين ولا تتواجد إلا في المادة البيضاء وفي الأعصاب الطرفية والآن نريد أن نتعرف على وظائف الجهاز العصبي بشكل عام ما هي وظائف الجهاز العصبي التي تمكن الكائن من الاستجابة بسرعة؟ تستقبل الحواس المعلومات من داخل الجسم وخارجه ومن ثم ينقل المعلومات على طول شبكة من الخلايا العصبية المتخصصة إلى مناطق معالجة المعلومات مثل الدماغ ومن ثم يعالج المعلومات ويحولها إلى استجابات ممكنة وأخيرا يعيد إرسال المعلومات بواسطة شبكة الخلايا العصبية بعد معالجتها إلى العضلات والغدد والأجزاء أخرى من الجسم للقيام بالاستجابة الأنسب من الجزئين الرئيسيين للجهاز العصبي لدى الإنسان؟ واحد الجهاز العصبي المركزي وهو مركز التحكم الرئيسي في الجسم ويتكون من الدماغ والحبل الشوكي وهو يعالج المعلومات التي يستقبلها ويرسل التعليمات إلى الأجزاء الأخرى من الجسم واثنان الجهاز العصبي الطرفي حيث يتكون من شبكة من العصاب التي تمتد في أجزاء الجسم كلها وهو يجمع المعلومات من داخل الجسم ومن خارجه ويوصلها إلى الجهاز العصبي المركزي ثم ينقل التعليمات الصادرة من هذا الأخير إلى أجزاء الجسم المختلفة تذكرون أعزائي أننا تناولنا في الحلقات السابقة المستقبلات الحسية المختلفة فما المقصود بالمستقبلات الحسية؟ تابعوا معي هي نهايات خلايا عصبية أو خلايا متخصصة تجمع المعلومات من داخل الجسم وخارجه وتحولها إلى سيالة عصبية فما هي أنواع الألياف العصبية يا ترى؟ أحسنتم ألياف عصبية عديمة المايلين وهي لا يحيط بها طبقة المايلين وتتواجد في المادة الرمادية وفي الأعصاب الطرفية وإثنان ألياف عصبية مايلينية وهي استطالات طويلة مفردة محاطة بالمايلين ولا تتواجد إلا في المادة البيضاء وفي الأعصاب الطرفية والآن نتساءل ما هي أنواع الأعصاب؟ ممتاز أعصاب واردة حسية تنقل السيالة العصبية الحسية من أعضاء الحس إلى المراكز العصبية مثل العصب البصري والسمعي والشمي وإثنان أعصاب صادرة حركية وهي التي تنقل السيالة العصبية الحركية من المراكز العصبية إلى الأعضاء المنفذة مثل العصب الحركي للعين واللسان ثلاثة أعصاب مختلطة تتكون من ألياف عصبية واردة حسية وصادرة حركية تنقل السيالة بالاتجاهين مثل الأعصاب الشوكية تذكرون أيضا أننا تناولنا الجهاز العصبي الطرفي لنأخذ سؤالا عليه مما يتكون الجهاز العصبي الطرفي وما هي أقسامه؟ يتكون من شبكة من الأعصاب الطرفية التي تربط كل من الدماغ والحبل الشوكي بباقي أعضاء الجسم وهي عبارة عن 31 زوجا من أعصاب الحبل الشوكي و 12 زوجا من أعصاب الدماغ تنقسم هذه الأعصاب إلى أعصاب حسية وأعصاب حركية ويقسم من حيث الشكل والوظيفة إلى جهاز عصبي جسمي وجهاز عصبي ذاتي ذكرنا الأعصاب الحسية والحركية فما هو دور كل منها؟ هل تعرفون؟ أحسنتم تنقل الأعصاب الحسية السيالات العصبية من المستقبلات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي أما الأعصاب الحركية فتوصل السيالات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى أجزاء الجسم المختلفة لإحداث الاستجابة والآن نريد أن نقارن بين الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذاتي تنظم الأعصاب الحركية للجهاز العصبي الجسمي أنشطة الجسم الإرادية والأفعال الانعكاسية لا إرادية في حين أن الأعصاب الحركية للجهاز العصبي الذاتي تنظم أنشطة الجسم غير الإرادية مثل تنظيم ضربات القلب في عضلات القلب والعضلات الملساء والغدد أذكر عناصر القوس الانعكاسي المستقبل الحسي الخلية العصبية الحسية النخاع الشوكي الخلية العصبية الحركية والعضو المنفذ وإذا كنتم تذكرون المثال الذي ذكرناه فعندما تصاب بوخزة دبوس أو حرارة جسم ساخن جدا فإن هذا هو القوس العمكاسي من أضو الاستقبال مرورا بالخلية العصبية الحسية ومن ثم الحبل الشوكي ومن ثم خلية عصبية حركية والعضو المنفذ وهي العضلة التي تبعد يديك بعيدا عن مصدر الخطر علل يضبط الجهاز العصبي الجسمي الأفعال الإرادية والأفعال اللا إرادية الإنعكاسية ممتاز لأن الجهاز العصبي الجسمي يضبط الأفعال الإرادية والأفعال اللا إرادية الإنعكاسية إذ أنه يحتوي على الأعصاب الحركية التي تضبط الاستجابات الإرادية أو تتحكم بها وعلى الأعصاب الحركية التي تتحكم بالأفعال اللا إرادية الإنعكاسية قارن بين الطرائق التي يحافظ فيها الجهاز العصبي الطرفي وجهاز الغدد الصماء على اتزان الجسم الداخلي ممتاز يستعمل جهاز الغدد الصماء التغذية الراجعة للمحافظة على اتزان الجسم الداخلي أما الجهاز العصبي الطرفي فيستجيب لتنبيه الأعضاء المستقبلة الحسية نريد أن نتعرف الآن على السيال العصبي هو عبارة عن موجة من التغيير الكيميائي والكهربائي تنتقل على طول غشاء الخلية العصبية فما هو جهد العمل؟ هو انعكاس الشحنة الكهربائية عبر غشاء الخلية ومن ثم استعادة غشاء الخلية لوضعه السابق أي حالة جهد الراحة ويعتبر جهد العمل اسما آخر للسيال العصبي ما المقصود بعتبة الجهد؟ هو الحد الأدنى من إزالة استقطاب جهد الغشاء لتوليد جهد العمل ما المقصود بالمنبه العصبي؟ ممتاز هو تبدل في الوسط الخارجي أو الوسط الداخلي بسرعة تكفي لاستثارة المستقبلات الحسية والخلايا العصبية وبالتالي توليد استجابة ملائمة له ماذا يحدث عند استثارة ليف الخلية العصبية بمؤثر فعال؟ أحسنتم يستجيب الليف بظاهرة كهربائية تسمى جهد العمل ما هي مراحل جهد العمل؟ المرحلة الأولى هي مرحلة زوال الاستقطاب وهو انتقال جهد غشاء الخلية من سالب 70 ملي فولت إلى موجب 30 ملي فولت يحدث ذلك نتيجة فتح قنوات الصوديوم ودخول أيونات الصوديوم من البيئة الخارجية للخلية إلى الليف العصبي أما المرحلة الثانية فهي مرحلة عودة الاستقطاب وهو انتقال جهد غشاء الخلية من موجب 30 ملي فولت إلى سالب 70 ملي فولت يحدث ذلك نتيجة فتح قنوات البوتاسيوم وخروج أيونات البوتاسيوم من داخل الليف العصبي إلى البيئة الخارجية أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مرحلة فرط الاستقطاب وهو انتقال جهد غشاء الخلية من سالب 70 ملي فولت إلى سالب 80 ملي فولت يحدث ذلك نتيجة تأخر انغلاق قنوات البوتاسيوم كي موجب والآن نريد أن نسأل ما هي أنواع المنبهات انظروا معي واحد المنبهات الكيميائية اثنان المنبهات الميكانيكية ثلاثة الإشعاعات وأربعة المنبهات الحرارية يتكون الجهاز الحسي من مستقبلات حسية وأعضاء حسية تستقبل التنبيه من البيئة الداخلية والخارجية للجسم كما يتكون من أعضاء حسية تنقل السيالات العصبية الحسية من الأعضاء الحسية إلى أجزاء الدماغ من أجل معالجتها السؤال التالي يقول ما هي أعضاء الحس في الجسم؟ ممتاز العينان الأذنان اللسان الجلد والأنف وهم ما أسميناهم بالحواس الخمس إلى ما تستجيب كل من المستقبلات الحسية التالية الحرارية الضوئية والألم أحسنتم المستقبلات الحرارية تستجيب لتغيرات الحرارة والمستقبلات الضوئية تستجيب للضوء أما مستقبلات الألم فتستجيب لمواد كيميائية تطلقها الأنسجة المصابة أو إلى منبه قوي السؤال التالي ما المقصود بالمستقبلات الحسية؟ ممتاز هي نهايات خلايا عصبية أو خلايا متخصصة تجمع المعلومات من داخل الجسم وخارجه وتحولها إلى سيالة عصبية والآن أعزائي فلننظر إلى نوع جديد من الأسئلة من خلال هذه الأسئلة سوف ننظر إلى رسم ونسأل بعض الأسئلة على هذا الرسم أدرس الشكلين جيدا ثم أجب عما يأتي أين يتواجد المحور الطرفي ذو النهايات العصبية المغلفة أو الحرة؟ ممتاز في الجلد والعضلات والمفاصل والأوتار لاحظوا معي أعزائي في هذا الرسم النهايات العصبية للمحور الطرفي في هذا الرسم في هذا الجزء هي نهايات عصبية مغلفة النهاية العصبية مغلفة أما المثال الثاني فالنهاية العصبية الحرة هنا المستقبل الحسي للنهاية العصبية الحرة وكما ذكرت لكم فإن المحور الطرفي ذو النهايات العصبية المغلفة أو الحرة يتواجد في الجلد والعضلات والمفاصل والأوتار لننظر إلى السؤال التالي ما نوع المنبهات التي تستقبلها؟ أحسنتم اللمس، الضغط، الحرارة، التمدد، الألم والاهتزاز السؤال الذي يليه يقول الخلايا المستقبلة الحسية نوعان ما هما؟ أحسنتم خلية عصبية معدلة أو خلية طلائية معدلة انظروا معي لهذا الرسم حيث تبدو الخلية العصبية المعدلة وهناك شكلين مختلفين من هذه الخلايا وهي التي تتواجد في المستقبلات الضوئية في العين أما النوع الثاني وهي الخلايا الطلائية المعدلة والتي بها المستقبلات المشعرة والموجودة في اللسان للتذوق ما وظيفة الأذن الخارجية؟ ممتاز جمع الموجات الصوتية ما دور السائل الموجود في الأذن الداخلية مع الطقطقة التي تحدث أثناء التغير السريع في الارتفاع؟ أحسنتم الضغط بين الأذن الداخلية والبيئة الخارجية يجب أن يكون متعادلا ألا تلاحظون يا عزائي عندما ندخل إلى أحد المصاعد في العمارات الشاهقة ويبدأ المصعد بالصعود سريعا فإنه يحدث اختلاف في الضغط داخل الأذن وهنا يأتي دور السائل الذي يعدل هذا الاختلاف ويعيد التوازن إلى مكانه أين تقع المنطقة الحسية الشمية؟ أحسنتم تقع في الفص الصدغي للمخ خلف شق سيلفيوس إذن أين تقع المنطقة الحسية التذوقية؟ ممتاز تقع في الفص الجداري للمخ خلف شق رونالدو عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب تناولنا مجموعة من الأسئلة حول التذوق والشم والآن نريد أن نتعرف على بعض الأسئلة حول الإبصار والرؤية ما المقصود بالرؤية؟ نعم هي القدرة على ملاحظة الأشياء بالنظر إليها وتفسيرها السؤال التالي ما الأعضاء التي تمكننا من الرؤية؟ أحسنتم العين والعصب البصري والجزء من القشرة المخية الموجود في الفص القفوي سوف نواصل الآن أسئلتنا حول العين وأيضا سنأخذ نوعا جديدا من الأسئلة وهي أسئلة أكمل الفراغ فتابعوا معي ما المقصود بالقرانية الشفافة؟ أحسنتم هي غلاف شفاف ذو محيط دائري يغلف مقدمة كرة العين والآن كما ذكرت لكم سنتناول أسئلة أكمل الفراغ أكمل واحد يوجد خلف القرانية حجرة تحتوي على فراغ الذي يغذي العدسة والقرانية فما هي الإجابة يا ترى؟ أحسنتم الإجابة هي الخلط المائي فيوجد خلف القرانية حجرة تحتوي على الخلط المائي الذي يغذي العدسة والقرانية السؤال الثاني من أسئلة أكمل الفراغ يقول تضبط فراغ كمية أشعة الضوء التي تدخل العين من خلال فتحة تتوسطها تعرف تعرف باسمه ماذا؟ فراغ أو بؤو العين فما هي الإجابة يا ترى؟ ممتاز تضبط القزحية كمية أشعة الضوء التي تدخل العين من خلال فتحة تتوسطها تعرف باسم ممتاز الحدقة أو بؤو العين إذن الإجابة الكاملة هي تضبط القزحية كمية أشعة الضوء التي تدخل العين من خلال فتحة تتوسطها تعرف بألحدقة أو بؤو العين السؤال التالي يا عزائي ما الفائدة من وجود العضلات حول العدسة ممتاز تقوم العضلات بتغيير شكل العدسة كي تساعد العين على التركيز لرؤية الأشياء القريبة والأشياء البعيدة إذن العضلات التي تحيط بعدسة العين تقوم بتغيير شكلها لستساعد على تركيز الرؤية على الأشياء المراد مشاهدتها والآن لنشاهد مجسما يوضح لنا هذه العضلات هذا المجسم هنا العضلات المحيطة بعدسة العين والتي تقوم بتغيير شكل العدسة لتركيز الرؤية على الأشياء القريبة أو البعيدة والآن لننتقل إلى السؤال الذي يليه أين تركز العدسة الضوء؟ ممتاز على الشبكية ما الذي يحدث للسيالات البصرية بعد أن تترك العين عن طريق العصب البصري؟ أحسنتم تذهب إلى المنطقة الحسية البصرية في الفص القفوي في القشرة المخية حيث يتم تفسيرها والآن أعزائي نريد أن نتعرف عن كيفية تأثير العقاقير على الجهاز العصبي كيف تؤثر العقاقير في الجهاز العصبي؟ ممتاز تؤدي العقاقير دورا في الفالق المشتبكي بحيث تؤثر في النواقل العصبية إما عن طريق إثباطها وتنشيطها وإما عن طريق محاكاة عملها السؤال التالي أعزائي ما الذي يحمي الجهاز العصبي المركزي؟ ممتاز عظام الجمجمة تحمي الدماغ العمود الفقري يحمي النخاع الشوكي إضافة إلى السحايا والسائل الدماغي الشوكي هناك عدة اضطرابات تصيب الجهاز العصبي وقد أخذناها في الدرس السابق وهنا سؤال ما هي هذه الاضطرابات؟ أذكر أسماء ثلاثة اضطرابات تصيب الجهاز العصبي سوف نذكر أكثر من ثلاثة السكتة الدماغية الصدمة مرض الزهايمر التصلب المتعدد شلل الأطفال وتلف أعضاء الحس والمطلوب عزيزة الطالبة عزيز الطالب أن نتعرف عليها كلها وإذا سئلنا في الاختبار عن ثلاثة أو أربعة سنذكر بعضها السؤال التالي أي عزائي المورفين عقار لا يصرف إلا بوصفة طبية ويستخرج من الأفيون إلى أي نوع من العقاقير ينتمي المورفين وما هي تأثيراته؟ ممتاز المورفين أحد المستحضرات الأفيونية أو مخدر يسكن الألم يستميل النوم يسبب الإدمان بصورة عالية وبهذا عزيزة الطالبة عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم التي تناولنا فيها مراجعة لما تم دراسته بالفترة الدراسية الأولى لمادة الأحياء للصف الثاني عشر على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة أتمنى لكم التوفيق في الاختبارات وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة